أن كل أحد قطعاً سيلقى الله من الشقي الشقي ومن لا يفرح إذا لقي الله قد تحقق أمراً يعجبك يحسنك فتأتي به إلى مثلاً أبيك ربما بقدر الله أبوك لا أفرح بهذا الشيء تأتي به إلى رئيسك في العمل قد أنجزت شيئاً لا يفرح رئيسك به تأتي به إلى ولي أمرك لم يقابلك فيه بما تؤمل تأتي به إلى أمك كانت أمك مشغولة بأخيك مشغولة بأخيك تأتي به إلى أي أحد تحب أو تجله فلا تجد عنده فرحة كنت تتمنع فكونك لم تعصل على الفرحة عنده شرعاً لا يضيرك لا يضرك لا ينقص من قدرك البتة لكن من الشقي؟ من يلقى أرحم الراحمين ولا يجد عنده الفرحة من يلقى أرحم الراحمين ولا يجد عنده الفرحة كيف يستطيع المسلم أن ينال الفرحة إذا لقي الله يدخل له سرائر أعمال يجعلها بغالب ظنه ذخراً يوم لقى الله جل وعلاً والله إنك لن تلقى أحداً أرحم بك من الله فإن لم يرحمك الله فلن يرحمك أحد قال أحد السلف والله لو خيرت بين أن يحاسبني الله أو يحاسبني والدي لاخترت أن يحاسبني الله إن الله أرحم بي من والدي اللهم إنا نسألك رحمتك في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم والحمد لله ترجمة نانسي قنقر